السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم متابعين الكرام النهاردة انا جبت لكم نوعين من الكريمات كريمات جميلة جدا كريم للترطيب القوي وكريم تاني لازالة الحبوب ازالة حبوب البشرة هنكلم عنهم الاثنين وحنقول فايدهم ايه مبدئيا كده انا مش بجبلوكم حاجة لما انا استخدمتها ولقيتها جميلة فهقول لكم عليها ده كراتين وده اسمه اه ريفي تو كريم فهنتكلم اول حاجة عن ريفي تو كريم اهو زي ما انتم شايفين وهو شكله كده اهو 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 هكلمكم عن المكونات بتاعته مكونات جميلة جدا وبيرط وناعم على البشرة اهو زي ما انتم شايفين كده لما تيجي تحطي يدوبك كده قد حبة الباسلة تاخديه اهو بسء كده وتدلك ببشرتك ووشك واي مكان عايزة ترطبيه حلو جدا في الشتاء هيرطب لك ترطيب قوي يعني بتحسي كده بشرتك كأنها يعني زي القطيفة كده انا استخدمت يعني مرطبات كتير بس يعني مثلا البنسونو الجميلة اه كل الكريمات اللي انا متصادمة جميلا بس وقتية يعني انتي بتحطي الكريم على بشرتك بتلاقي ووشك ترطب بعد ما تغسلي بشرتك بتلاقي بشرتك يجع زي ما هي جافة فالكريم ده مخصوص اللي ترطيب البشرة الدهنية والبشرة المختلطة وانا كمان بشرتك جافة فانا استخدمت لقيته حلو جدا فهو بيرطب كل انواع البشرة وده المكونات بتاعته هنتكلم عنها دلوقتي بس انا بقول لكم يعني الكريمات التجميلية مش حلوة لكن ده كريم طبي فهتستخدميه هتضرست منه جدا وان شاء الله هتدعيلي اول حاجة هنتكلم عن مكونات ديفي كريم المكونات بتاعته فيه بنسينول وزي ما احنا عارفين ان البنسينول بيساعد على ترطيب وتلطيف البشرة كمان فيه فيتامين اي وفيتامين اي اه والفيتامينات دي زي ما احنا عارفين انها بتجدد خلايا البشرة اه وبتحميها من الشوارد الحرة وبساعد على مكافحة الشاي خوغة فيتامين اي وفيتامين اي اه وفيها كمان وفيه كمان جليسرين وزي ما احنا عارفين برضو ان الجليسرين بيرطب البشرة اه فهو فيه المكونات كلها على بعضها يعني انتي بدل ما اشتري كل حاجة لوحدها ده فيه كل حاجة وفيه خلاصة زهرة الكاموميل الكاموميل ملطف ومهدي للبشرة وفيه زيت اللوز وزيت الزيتون زيت اللوز زي ما احنا عارفين انه هو مفتح للبشرة وفيه كمان ديمسكون ده احد مركبات السيليكون اللي بتساعد في الترطيب وتلطيف البشرة الكريم ليه فوايد تانية مش بس الترطيب بيستخدم للتسلخات سواء تسلخات الكبار او تسلخات الاطفال وكمان بيستخدم اه لتشقق حلبة السد اه وكمان لحساسية الجلد بعض العطور لو عندك اي احمرار في مكان كده فممكن تدهني اه من الكريم ده هيرطب جدا اه وبيمنع الجفاف وكمان اه لحامونيل حامونيل اللي بيزهر دايما في الحر او الاكزيمة فهو بيستخدم لحاجات كتير بس يعني اجمل حاجة كده وانت طبيعية مفكيش اي حاجة ممكن تستخدميه للترطيب فاول حاجة هنستخدم الكريم ده ازاي هنستخدمه اول حاجة اه لازم تغسل المكان اللي انت هتحط عليه كويس يعني لو انت هتحطيه على بشريتك على وشك لازم تكون غسل وشك كويس او هتحطيه في اي مكان في جسمك لازم يكون المكان مترتب عشان خاطر يتشرب الكريم او لو حتستخدميه لتشققات حلمة السادي اه استخدميه اه تلت مرة حط طباق الكريم على بشريتك اه بحركات دائرية اه زي ما قلنا هتاخد دي اه يعني جزء صغير بحجم حب يتلبس اللي يعني حت صغير على طرف اصبوعك مات قطريش مش بقطر الحاجة هو يعني فهو هيفضل معاك برضو فترة كبيرة لو كنت بتستضيمي لبشريتك بس يعني مش لجسمي فهو بقى جميل جدا يفتح البشرة ويرطبها ويحميها وفي كل المكونات الحلوة لو مش هتقدر يتشتري الكريم ده او غالي عليك شوية اه في بدائل بس هو ده يعني في مكونات اكتر طبعا بس البدائل بتاعته ممكن اه ماندو كريم او ممكن اه او سودو كريم اه دي كلها بدائل بس هو طبعا اه المكونات بتاعته اجمل هتستخدمي ان شاء الله ومش هتستغني عنه ابدا اه كده اه وفينا كده كريم ريفي كريم هندخل بقى على اكراتين زي ما احنا عارفين ان اكراتين ليه تركزين اه زي ما انتو شايفينه كده اه هو مش بيستخدم بس لعلاج حب الشباب كمان بيستخدم لتفتيح البشرة ولتفتيح الاماكن الدكنة والاسمرار اه وكمان بيستخدم لعلاج تجاعيد البشرة وعلامات التخدم في السن فهو بيستخدم لحاجات كتير جدا فهو يعتبر مقشر يعني اكتر منه اه لحاجة تانية فهو بيستخدم دايما ليلا يعني ميستخدمش بالنهار او انت طلع في الشمس او كده بيستخدم بالليل اه بتحطيه على بشرتك اه نص ساعة وبعدين تغسليه قبل ما تنامي بس ما تقعدش في مكان في نور او يعني ما يكونش مسكة تليفون او اه مسكة اي حاجة فيها اقضاء فالنص ساعة دي تكون مرياحة كده اه تحطيه على بشرتك ونص ساعة كده وتغسليه اه الاسبوع الاول اه بتستخدمي يوم بعد يوم يعني يوم او يوم لا الاسبوع الثاني اه بتستخدمي كل يوم لمد الساعة على البشرة الاسبوع الاول زي ما قلنا نص ساعة بس ويتغسل الاسبوع الثاني بيفطل ساعة على البشرة ويستخدم كل يوم وبعدين يتغسل ولازم بعده بعده على طول يتحط المرتب المرتب اللي معنا ده ريفي اه ريفي تو كريم تحطي بعضه على طول لو ما عندي كيش ممكن تحطي منسنول اي اي مرتب تاني عشان خاطر بس بشرتك ما تحمرش اه ويبقاش فيها اي التهابات اه بيستخدم ايضا لعلاج البصور السوداء وبيستخدم لازالة اه طبقات الجلد الميتة يعني بيزيلي الجلد الميت وكمان تقليل المسام اللي بشرته فيها مسام اه طبعا الناس اللي بشرتها دهنية اه دايما بتفرز زهون عندهم المسامات واسعة اه كمان لما بنشيل الجلد الميت مش بس من الجسم كمان اه منطقة الكعب اه والقدم اه جميل جدا برضو بيقشرهم اه وبيخليهم يعني حلوين ويستخدم ايضا في اه تنعيم البشرة لو كانت البشرة مش نعمة اه وتقليل زهور التجاعيد اه وتغير لون الجلد يعني بيفتح لون البشرة وبيقلل لوجود النمش فهو بيستخدم كمان في خلطات ووصفات كتير اه من اجل تفتيح البشرة اه فقبل ما نستخدم الكراتين لازم في البداية غسل الوجه جيدا بالماء الدافئ يعني اغسل وشك كويس بالماء الدافئ اه وتنشفي وشك بلطف كده اه لازم المياه تختفي تماما اه يعني قبل ما تدهيني من الكريم يعني استخدمي وشك كده الموطد عشر دقايق حتى تختفي اثار المياه تماما من على وشك بعدين قومي بوضع كمية من الكريم على الحبوب فقط خلال فترات الليل لو كنت عاد تستخدميه للحبوب لو انت عاد تستخدميك يا مغشر ممكن تحبتي لبشرتك كلها بس ايه تتجنبي الضوء اه لمدة تتراوح بين عشرين لتلاتين دقيقة على بشرتك اه بعد انتهاء المدة المحددة قومي اه بغسل الوجه يعني اغسل وشك اه وحطي المرتب زي ما انا قلتلك قبل كده لو بشرتك حساسة من المقشرات بقى ما تحطيش لازم تختبري اي كريم تحطيه لازم تحطيه على الجزء الغير مش باين عشان خاطر اه يعني ما يضرش بشرتك وبعدين تقولي لا بشرتك التهبت بشرتك حمرت ما انت لو بشرتك حساسة يا اما تستخدموش يا اما تختبري الاول تمام يمكن كمان للتقشير السريع او تحفظ على بشرتك من الالتهابات وكده ممكن تستخدموش تستخدمي معاها بيتادرم او ميلوكين اه بس لهم الكريمين اللي معنا دون اه كافيين وحلوين جدا بس قبل ما سبكم دي سنتم اقول لكم حاجة مهمة جدا اه ابعدي عن منطقة الفم ومنطقة تحت العين اه لما تدهني لكراتين او اي مخشر للبشرة المرتب مفيش مشكلة تحطي بقى حوالين بوقك او حوالين لين لكن المخشر بحيدي انا حوالين الفم وحوالين تحت العين لان دول اكتر مكانين بيلتهبوا كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا يا رب يكون الفيديو عجبكم لو الفيديو عجبكم اه ما تنسوش تعملونا لايك حلو وشير الفيديو لسحبكم اه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة